على قائمة الفقر العراقي يتربع جهاز المخابرات الوطني على قائمة الانتصار بإنجاز جديد القبض على عصابة مختصة بتهريب الآثار وبالجرم المشهود يمنع رجال المخابرات الأبطال نصفا جديدا لتاريخ العراق ورصيده التراثي والاثري بضبط خمسين قطعة من المسكوكات النقدية والقديمة ومخطوطات تاريخية إنجازات لا يمكن حصرها إلا أنها في عامها الأخير فقد نفذ أبطال الجهاز واحدة من أكثر العمليات الاستخبارية النوعية نجاحا أطاحت بشبكة إرهابية خطيرة في العاصمة بغداد كما أطاح في العام الماضي بأحد عناصر داعش والمسؤول عن تجنيد وتدريب ما يسمى الذئاب المنفردة في نيسان من العام الماضي أعلن الجهاز القبض على أخطار إرهابي داعش ومنهم المكنة بأبي عقوب المهاجر وفي آيار من العام 2023 وبعملية نوعية ألقى الجهاز القبض على الإرهابي مصطفى خالد محمد المكنة بأبي طلحة وفي تموز الماضي وخارج نطاق الحدود أطاح الجهاز بأخطار عناصر داعش المدعو عزة إبراهيم وعبد الخالق سلطان المتورطين بجرائم من بينها جريمة سبايكر اعتقال الإرهابي مثنع فريت أحد أخطار قيادات داعش وعرف كقائد لما يسمى فرقة القادسية أسجل الجهاز القبض على أخطار شخصين في داعش وجلبهما من خارج العراق وفق تعقب استخباري لسنوات وفي تشرين الثاني من العام الماضي أطاح الجهاز بشبكة دولية لتهريب المخدرات وفق توجيهات لرئيس الوزراء وأحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الكريستال عبر محافظة ميسان جهود لا تتوقف يحرص الجهاز من خلالها على تقدم الاستقرار في العراق وأن يكون صمام أمان لشعبه وللمنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر